الأعداد لا تزال في ازدياد آلاف الضحايا حتى الآن ما بين وفيات وإصابات وآلاف المفقودين الذين خلفتهم العاصفة دانيال في ليبيا وزير الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي قال إنه حتى الآن تم دفن مئات الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة درنة وأن عدد القتلى من المرجح أن يكون أعلى بكثير السلطات أعلنت إقليم برقة منكوبا بما فيه مدينة درنة ومدينة البيضاء ومدينة شحات التي خلفت العاصفة فيها خسائر ليس فقط في الأرواح وإنما في البنايات والممتلكات وضمرت أحياء بأكملها وذلك بحسب وزارة الطيران الليبي التي قالت إن 25% من مدينة درنة اختفى تماما جراء العاصفة فرق الإنقاذ ما زالت تسابق الزمن وسط الضمار والركام في ليبيا وانتشلت مئات الضحايا في وقت قدرت السلطات فيه أن الآلاف لقوا حتفهم في مدينة درنة وحدها مئات العائلات نزحت ولجأت إلى المدارس والبنايات الحكومية في بنغازي ومدن أخرى في ليبيا وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه مصر والإمارات وتونس والجزائر وتركيا إرسالها مساعدات إنسانية وفرق إنقاذ للمساعدة في جهود البحث إضافة إلى 2 مليار دينار خصصها مجلس الوزراء الليبي لصالح صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة بهدف إعمار البلديات المنكوبة وتأهيل المناطق التي دمرتها السيولو والأمطار ترجمة نانسي قنقر